اتفضل يا سيدي الشاي اللي طلبته وبالنعناع كمين عشان ما تقولش ان انا حرمك من حاجة تسلم ايدك لو سمحت قودي عشان عايز اتكلم معك خير محاضرة جديدة عن كيفية التعامل مع المطلقة انت مش ارتحت خلاص لما كلمت المحام وخليته يرفع قضية خلع البنتك مبسوط قوي انها رجعت حضنك وقعدت جنبك خلصتي لا انا لو اتفتحت مش هقلص انا لجوايا كتير بس انا بفوت بمزاجي سايبة كل واحد فيكوا يتصرف على هواه وفي الوقت المناسب هتخل بتقني وعارفة هعمل ايه ساعتها مع يارا طيب الموضوع اللي انا عايز اتكلم معاك فيه يخصينا انا وانت اكتر ما يخص يارا انت بارح بالليل لما انا رجعت سألتيني كنت فين وتأخرتلي ايو وقلتلي ان انت كنت في المستشفى مظبوط انا كنت في المستشفى بس مش في شوال انا كنت مع امراتي انا كنت في المستشفى بس شوال انا كنت في المستشفى بس شوال